وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 450 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 48 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 82 طن أما في مجال قضايا المخابز تمضبط 718 قضية من بينها 133 قضية خبز نقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر